أهلا بكم مشاهدين العزاء في حديث خاص جديد نستضيف خلاله المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الموريتانية سيدي محمد ويلد بو بكر هل ضاعت فرصة أخرى للتحول الديمقراطي في موريتانيا؟ ماذا بعد إعلان المعارضة رفضها نتائج الانتخابات التي فاز بها محمد ويلد الغزواني؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي فأهلا وسهلا بك سيد ويلد بو بكر أسبوعان مرة حتى الآن على إعلان الانتخابات الرئاسية التي خسرتمها لصالح الجنرال محمد ويلد الغزواني وما زلتم تشككون في نزاهتها ما أدلتكم على هذا الطعام؟ أهلا وسهلا أولا أريد أن أذكر بأن هذه الانتخابات كان الموريتانيون يعلقون عليها آمالا كبيرة ولو أنها دارت أو شرت في ظروف تتسم بأزمة سياسية إذ أن المعارضة والحكومة دخلتها في حوار منذ فترة طويلة لم يجدي نفعا ولم يتوصل إلى اتفاق حول آليات تسيير هذه الانتخابات وفعلا كانت المعارضة تتخوف وتشكك في نزاهة هذه الانتخابات قبل إجرائها لأن الآلية الأساسية لهذه الانتخابات وهي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تشكيلها خلافا للقانون وأقصيت منها المعارضة إقصاء تاما كذلك امتنعت الحكومة من أن تدعو المراقبين الدوليين الذين يمثلون ضمانة أساسية كان هناك باتل الانتخابات الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية سيد بو بكر وقالت إنها لم تسجل أي خلقات لا آسف جدا الانتحاد الأوروبي لم يبعث أي بعثة للمراقبة وقد أسفنا لذلك لأن الحكومة لم توجه للانتحاد الأوروبي دعوة في الحقيقة كانت الأنباء أن الانتحاد الأوروبي كان يضم عشرات المراقبين الأفارقة بالإضافة إلى مراقبين من معهد جيمي كارتر الأمريكي وأيضا خبراء من الاتحاد الأوروبي لا لا أنا آسف جدا لهذه المعلومات لأنها غير دقيقة فعلا الاتحاد الأفريقي بعث أرسل بعثة لهذه الانتخابات ولكنها تعودنا على أن هذه الابعثة لا تعبر عن ما جرى ولات معروفة أنها دائما تبارك هذا النوع من الانتخابات أما الانتحاد الأوروبي وهو الذي كان في الانتخابات التي جرت في الفترة 2006-2007 بعث طواقم كبيرة وكذلك المعاهد الأمريكية وشهدت آنذاك بشفافية الانتخابات أما الآن لا الاتحاد الأوروبي ولا المعاهد الأمريكية لم ترسل بعثات لمراقبة الانتخابات في موضوع أقسائكم عن اللزنة المستقلة للانتخابات ألم يكن من الأجدى القبول بتغيير أسماء المعارضين بعد أن وافق وزير الداخلية على أن يكون لديكم ثلاث أسماء في لزنة الانتخابات فعلا المعارضة قدمت ثلاث أسماء بعد نقاش طويل ولكن في نهاية المطاف اعترض الوزير الداخلية على أحد هؤلاء الأعضاء وبذلك تكون الحكومة قد عينت غالبية العظمى لأنهما أهضعش وفي النهاية أرادت أيضا أن تعين أعضاء المعارضة وهذا طبعا شيء غير مقبول هي اقترح تغيير بعض الأسماء وهناك من يجد أنكم تصلبوا في مقام كان يحتاج إلى بعض المرونة سيد والبذكر هل من الإنصاف أن تعين أن تختار الحكومة من سيمثل المعارضة؟ كان اعتراض على اسم واحد سيد والبوي بكر لماذا؟ لماذا؟ لماذا الاعتراض؟ هي عندها الغالبية العظمى والمعارضة تقدمت بثلاث أسماء فقط ورفضتها الحكومة لأنها قالت يجب أن تغير أحد هذه العضاء دون أن تبرر ذلك إذن في الحقيقة الحكومة لم تترك مجالا للمعارضة لتشارك بالرغم من الرغبة التي كان عربت عنها المعارضة في ذلك إذا كنتم فعلا توقعتم مبكرا حدوث تلاعب بالانتخابات لماذا إذن قبلتم بدخول اللعبة أنتم متأكدون مسبقا في عدم نزهتها؟ نحن عندنا موقف مبدئي هو المشاركة والاستفادة من أي مساحة حرية تتاح لنا وذلك حتى نوضح ونبرهن للرأي العام الوطني والدولي على أن الحكومة غير جادة في مسعها هذا وحتى أيضا نكسب تجربة بالنسبة للبلد في المستقبل حتى يتجنب هذا النوع من المسارات الأحادية التي تتحكم فيها الحكومة في البداية وفي النهاية ولكن الآليات حتى الآليات بعد كل هذا لم تتوقف عند هذا الحد فالحكومة شكلت مكاتب رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت على هواها وفي مسار الانتخابات وعند يوم الاقتراع أيضا لاحظت جميع الخروقات والتجاوزات الكبيرة وطرد ممثلي المعارضة والتصويت المتكرر وملء الصناديق في عدد كبير يفوق 450 مكتب وبالتالي فالكل يشهد اليوم بأن هذه الانتخابات شابتها من التزوير ما شابها ولكن المجلس الدستوري لم يقتنع بهذه الحيثيات التي ذكرتها سيد ولد بو بكر المجلس الدستوري لم يكلف نفسه عن النظر في الطعون التي تقدمنا بها أنا تقدمت شخصيا بعريضة تفصيلية ضمنتها البراهين والأدلة الدامرة على حدوث هذه التجاوزات وهذه الخروقات ولكن المجلس الدستوري رغم أنه تسلمها فإنه لم ينظر فيها هو قال إنه درسها نقطة نقطة ولكن وجد أنها ليست أدلة حقيقية وجوهرية تبعث على إلغاء النتائج آسف يا سيدتي أنا شخصيا عداء المرشحين الآخرين تقدمت أولا بعريضة وذكرت فيها أني سأتقدم في اليوم الموالي بعريضة تفصيلية ضمنتها الأدلة والمحاضر والأرقام ولكن المجلس لم ينظر فيها رغم أنه تسلمها رسميا لم ينظر إلا في العريضة الأولى واستبعد الثانية استبعادا غير مفهوم في مقابل كل هذا التشكيك سيد ويلد بو بكر بنزاهة العملية الانتخابية لماذا لا تفكرون بأسباب أخرى للخسارة كضعف أداء المعارضة مثلا وضعف علاقتها بالقواعد الانتخابية من تابع هذه الانتخابات ورأى الإقبال الكبير على المهرجانات التي عقدنا والتي عقدت شخصيا في جميع عواصم الولايات وفي نواكشوت من رأى هذا الإقبال لا يمكن أن يشكك في وزن الوزن الانتخابي لهذه الحملة وبالتالي الإقبال على هذا المشروع الذي قدمت للموريتانيين هذا المشروع لاقى إقبالا كبيرا من الموريتانيين من مختلف المناطق لأنه كان مشروعا مجتمعيا جامعا ينبذ التطرف وينبذ التزلف ويدعو إلى الوحدة ولذلك فهؤلاء الناخبون الذين صوتوا لهم من جميع أعراق موريتانيا ومن جميع جهات موريتانيا ومن جميع أعمار موريتانيا وكان الشباب في مقدمتهم وما من أي مساحة سيد ويلد بو بكر هنا لموراجعة أو نقد باتي خاصة وأن القاء اللوم دائما على التزوير والخرقات كانت على الدوام قصة تكررها المعارضة أثناء الانتخابات نحن لا نستبعد أن تكون حدثت هنا أو هناك أخطاء ولكن المسؤولية الكبيرة في هذه النتائج التي لا تمت بصلة إلى الإرادة التي عبرها على الموريتانيون هذه الأسباب تتعلق بالتزوير فهناك ما يربو على 450 مكتب تم التصويت فيها بما يقارب 100% وكانت هذه المكاتب وكأنها صدفة في مناطق نائية وليست في المدن الكبيرة وكانت هذه المكاتب التي كانت نسبة التصويت فيها قرابة 100% كانت أيضا كانت تصويت لمرشح النظام يربو على 90% في هذه المناطق وهذا واضح هذه المكاتب تم ملؤها ملئا من طرف النافذين الذين أشرفوا عليها ولكن أن تذهب المعارضة إلى الانتخابات بأربعة مترشحين ألا يشتت ذلك أصوات القاعدة الانتخابية ويثير الشكوك أيضا بالمعارضة في قدرتها على إدارة البلاد؟ أنا أظن أن تعدد المرشحين لا يضير المعارضة في الشوط الأول لأنه هو الطريق الأنسب لكي تحصل المعارضة على أكبر نسبة من الناخبين لأنها تغطي الطيف السياسي وبالتالي فالنسبة المعارضة مع تعدد مرشحيها كانت كبيرة كانت ستكون كبيرة وأما الشوط الثاني فقد اتفقت المعارضة على أن تتوحد فيه وهذه هي الاستراتيجية الأمذل في مده هذه الحالة ولكنكم لو توحدهم بالبداية سيد ويلد بي بكر وكان هناك مرشح واحد لكان هناك فرصة حقيقية لمنافسة حقيقية لا هذا طبعا هذا رأي ولكن فيها رأى أخرى تجزم بأن التعددية في الشوط الأول دائما أجد من وحدة المرشح في نقطة في هذا الموضوع اسمح لي أن أشير إليها سيد ويلد بي بكر أنك شخصيا تقلطت عددا من المناصب في نظام ويلد الطايع وأيضا نظام ويلد عبد العزيز وتقدم نفسك اليوم مرشحا للمعارضة كيف للناس أن يقتنعوا بك وينتخي أولا أنا لم أتقدم كمرشح معارض أنا قدمت كمرشح مستقل لم أتقدم محسوبا على حزب بذاته من المعارضة تقدمت كمرشح مستقل دعمتني أحزاب وازنة في المعارضة مثل حزب تواصل الذي هو أكبر أحزاب المعارضة والذي أبلاء بلاء حسنا في هذه الانتخابات وكذلك حزب حاتم الذي هو الآخر قام بدور كبير في الانتخابات وكذلك حزب المستقبل الذي كان أيضا من الداعمين الأقوية وكذلك أحزاب كثيرة جاءت من الطيف الموالي وشخصيات ومنظمات شبابية قوية إذن كان الدعم الذي تمتع به واسعا ولم يكن محسوبا فقط على المعارضة طيب الآن حدث ما حدث ودعوتم إلى الحوار مع الرئيس الغزواني أرجو أن تفسر لي هنا كيف ترفضون نتائج الانتخابات التي جاءت بالرئيس الغزواني وتدعون بنفس الوقت إلى الحوار معهم نحن ندعو دائما إلى الحوار المعارضة كانت قبل الانتخابات تدعو إلى الحوار وهي الآن تواصل دعوتها إلى الحوار وأنا شخصيا دعوت إلى الحوار منذ الأهوة أهلتي الأولى لأنني أعتقد أن الأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا والتي جذرتها وعمقتها هذه الانتخابات التي شابهت تزوير هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا بالحوار إلا بأن يجتمع الموريتانيون كلهم وأن يتباحث أمور البلد الأزمة الاقتصادية التي يعيش الأزمة الاجتماعية ويتفق على حلول لأزمة الاقتصادية ولسوء الحكامة ويتفق على حلول لإحلال العدل والإنصاف ورفع المظالم التي تعاني منها فئات وطبقات من هذا المجتمع وكذلك الوحدة الوطنية التي هي أغلى ما يملك الموريتانيون والتي يجب أن تعزز والتي عانت هي الأخرى كثيرا في هذه السنوات الأخيرة وأعتقد أن هذا لا يمكن إلا أن يتم عن طريق حوار معتدل حوار يضم جميع الموريتانيين الذين يؤمنون بأن هذا البلد يجب أن يبنيه أبنائه كلهم دون إقصاء ودون تهميش فهلا سيد بولد بي بكر الحوار مطلوب في كل وقت لكن هناك من يجد أنه في حال التأقد من حصول تزوير فأنه في هذه الحالة لا يحق للمعارضة ولا لغيرها تشريع رئاسة ناتجة عن عملية تزوير ومجرد الحوار هو نوع من التشريع هذا نحن لا يهمنا التشريع في حد ذاته نحن تهمنا المصلحة الوطنية يهمنا أن تعود موريتانيا إلى الوئام أن يعود الموريتانيون إلى الحوار فيما بينهم فهذا التنافس لا يمكن ولا يجب أن يدخل بلادنا في نفق الاضطراب التنافس يجب أن يكون من أجل المصلحة الوطنية ويجب أن يضحي الجميع من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل أن تخرج موريتانيا من الأزمة التي تعيشها الآن وكل الموريتانيون مطالبون اليوم بتجاوز ذواتهم وتجاوز مصالحهم الضيقة لينظروا إلى مستقبلهم الذي يتهدده الكثير من المخاطر وبالتالي الشغل الشاغل الآن يجب أن يكون إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانسداد الذي أدت إليه هل سيتحقق ذلك بالتلوس مع ود الغزواني؟ لا يتحقق بالتحاور مع الجميع الجميع مطالبون اليوم بتجاوز ذواتهم ومعتباراتهم الخاصة ولن يكون هناك أي كلام عن الانتخابات؟ الانتخابات يجب أن يكون عنها الكلام يجب أن نستخلص منها العبر يجب أن نوجد الآليات الصحيحة والسليمة وأن لا تجري انتخاباتهم في المستقبل في ظروف مثل التي جرت في هذه الانتخابات يجب أن تكون هناك آليات سليمة شرعية متفق عليها تضمن الشفافية ويجب أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات مشبوهة ولكن واستصار ولد الغزواني السيد صادح ولد هماس قال إذا كان الحوار من أجل تقريب وجهات النظر فأهلا وسهلا أما إذا كان من أجل نقاش نتائز الانتخابات فلقد فاتكم القطار لا نحن لا يهمنا القطار هذا نوع من القطارات لا يهمنا نحن يهمنا مصلحة موريتانيا ويهمنا أن يتسامل جميع عن المصالح الضيقة وعن مصالح الحزبية وعن مصالح الأنانية وكل من يتبنى هذا الخطاب أرى أنه هو الذي فاته القطار قطار موريتانيا قطار الإصلاح قطار الشفافية قطار التنمية سيد ويلد بي بكر في الحقيقة هناك من يقول أنكم على استعداد للاعتراف بنتائج الانتخابات ولكنكم تريدون الحصول على ثمن سياسي من الرئيس الجديد بعض تنصيبه ما ردكم سيدتي المهم عندنا الآن والمهم عندي شخصيا الآن هو أن يعود البلد إلى سكة التنمية والتنمية لا يمكن أن تحصل في هذا البلد دون الديمقراطية والديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا إذا اتفق الموريتانيون على قواعد اللعبة هذا هو الأساس هذا هو الأساس وهذا هو الذي يجب أن نهتم به وهذا الذي يهتم به الموريتانيون الموريتانيون لا يهمهم هذا التنابس بالألقاب وهذا الجدل العقيم يهمهم أن يروا بلادهم تتقدم وأن يستفيدوا من هذا التقدم يستفيدوا من خيرات بلادهم هذا الشباب الذي يهمه هو أن تفتح أمامه فرص العمل وأن يشارك سياسيا أما هذا الجدل العميق العقيم فلا أظن أنه يهم الموريتانيين وماذا لو تلقيتم عرضا من الغزواني بالمشاركة في الحكومة المقبلة؟ مشكلة الحكومة ليست هي الأساس الحكومة لا أحد يهدفه الدخول في حكومة أيا كانت المهم هو أن نتفق على طريقة إخراج بلادنا من الأزمة الحالية ولكن لم تحدد موقفا هل تتوافق إن فعلا أقترح عليك أو عرض عليك المشاركة في الحكومة سيد ودي بكت؟ الأمر غير وارد الآن أعتبر أن الأمر غير وارد بالمرة الآن وليس من اهتمامات الدخول في أي حكومة أن اهتمامي الآن هو أن نجتمع هو أن الأحزاب السياسية والقوة والمجتمع المدني والقوة الوطنية الجميع يجب أن يحدد قواعد اللعبة من جديد وأن يضع الضمانات الأساسية لتسير هذا البلد وضمانات الحكامة الرشيدة وضمانات محاربة الفساد الحقيقية والإنصاف والعدل بين أبناء هذا الوطن هذا هو الذي يهمهم لنخرج من هذه التفاصيل قليلا وما يكمن فيها من شياطين ربما نتحدث عن ما يسميه الموريتانيون بمكيدة الجنرالين هل تعتقد أن الرئيس المنتهي ولايته ولد عبد العزيز قد دبر مكيدة لإحلال أحد رجاله وهو الغزواني وما الذي يستفيده فعلا ولد عبد العزيز من هذه المكيدة بين هلالي هذا النوع أنا لا أخوض في مثل هذه الأحاديث لأنني لا أظن أنها مهمة شخصنة المواضيع لا تهمنا نحن الذي يهمنا الآن هو مصلحة البلد هو التوجه العام لهذا البلد هو وضع قطيعة مع ممارسات الماضي هذا هو الذي هو أما الإشخاص وعلاقاتهم فهذه أمور لا نأبه بها كثير هناك من يقول أن موريتانيا أمام تجربة شبيهة بتجربة روسيا عندما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن منصبه لديمتري مدفيتف وتوليه رئاسة الحكومة أليس هناك تشابهما لا أنا لا علم لي بهذا المواضيع هذه الوضعية تطرح على المعنيين هم أدرى بها أما أنا فلا علم لي بها أي دور للمرحلة العزيز في المرحلة القادمة في اعتقادك أنا أعتقد أنه رئيس أنهى ولايته التي التي يسمح له بهما الدستور وهو رئيس سابق ابتداء من تنصيب الرئيس الجديد ولن يكون له أي دور مستقبلي هذا شأن يعنيه هو هو الذي يحدد الدور الذي يقوم به طيب سيد ويلد بي باكير إلى أي حق تعتقد الآن أن ما حدث وما يحدث هو فعلا محض موريتاني ولا ينطوي على أي أبعاد وتدخلات إقليمية أنا أعتقد أن الأجواء الآن في موريتانيا غريبة لأن لا أرى هناك أزمة أمنية إنما أرى أن هناك أزمة سياسية يجب معالجتها بالأدوات والوسائل السياسية وهي كما قلت إجراء حوار بين الموريتانيين حتى يخرجوا من الأزمة وحتى يضعوا حدا للإنسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة وما من أي ارتباطات أو تدخلات إقليمية لا علم لي بها ولد الغزواني تلقى دعوة لزيارة السعودية بعد تنصيبه إلى ما يؤشر ذلك برأيك علاقات بين الموريتانيا والسعودية علاقات طيبة على مر التاريخ لا أرى في الموضوع ما يثيره الاستغراب يحضر أن هنا أيضا حقيقة هجوم الرئيس ولد عبد العزيز على قطر أثناء الانتخابات وهو كما تعرف كان قد قطع العلاقات بين موريتانيا وقطر انحيازا لدول الحصار ما الذي يجعله يطلق مثل هذه التصريحات أثناء ترويجه للحملة الانتخابية للغزوان لا هذا أمر يعني هو أنا الذي أعرف أن موريتانيا يجب أن تكون عندها علاقات طيبة مع جميع شقائها وأصدقائها وخاصة الاشقاء في الخليج الذين تلقت منهم موريتانيا دعما كبيرا منذ سنوات الأولى لاستقلالها ولها علاقات ممتازة مع جميع هذه الدول الشقيقة وهذا هو الذي يجب أن نركز عليه في المستقبل واضح سيد ويلد بو بكر أو هذا ما ألمسه هناك خطاب مهادن عكس أو يتناقض نوعا ما مع خطابك الذي سمعناه أثناء الانتخابات أو بعض إعلان نتائج الانتخابات ألا يشي ذلك بأن هناك ترتيبات أو صفقة من نوع ما بينكم وبين الحكومة المقبلة؟ لا أنا خطابي لم يتغير أنا قلت أن بلادنا بحاجة إلى الإصلاح إلى الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح السياسي وقدمت برنامجا بهذا الخصوص وقلت أنه يجب أن تكون هناك قطيعة تامة مع السنوات الماضية التي تميزت بكثير من الفساد في التسيير السياسي والاقتصادي للبلد وكثير من التجاوزات ويجب أن نعيد البوصلة في المستقبل ولكن الذي أريد الآن هو أن ننظر إلى المستقبل أن ننظر إلى ماذا سنقدم لبلادنا في هذه السنوات المقبلة وكيف نستطيع أن نتجاوز الأزمة كيف يمكن بلوغه أو التوصل إليه فعلا؟ أنا قدمت برنامجا متكاملا وعرضته على الموريتاني ومستعد أن أناقشه مع أي كان من أجل أن نتوصل إلى برنامج يمكننا فعلا من إصلاع الاقتصاد الاقتصاد الآن في وضعية سيئة المديونية بلغت خمس مليارات دولار أي ما يقارب مئة في المئة من ناتج الداخل الخام كبرى الشركات الوطنية مثل السنين تعيش أزمة خانقة الضرائب بلغت حدا لا يطاق في هذا البلد حدا يطرد الاستثمارات هناك أيضا مظالم كثيرة يجب وضع حد لها ويجب إنصاف أهلها هناك أيضا الوحدة الوطنية التي تحتاج من الجميع مجهودا خاصا من أجل أن يجتمع الموريتانيون من جديد وأن يبنوا مستقبلهم المشترك هذا هو البرنامج الذي أدعو الموريتانيين إليه وهو البرنامج الذي يجب أن نتحاور حوله ويجب أن نخرج منه الحلول المتفق عليها سيدي محمد ويلد بو بكر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الموريتانية شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة تحية طيبة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم